اشكالات عديدة تواجه العمل الصحفي بتفاصيله في سوريا التي تصنف من اسوأ البلدان في الحرية الصحفية حسب التصنيفات العالمية مع عدم وجود اي تحسن يذكر على مدى اعوام سبقت لذا يعد عمل الصحفيات السوريات تحديا ربما يدفعنا حياتهن ثمنا لا حسب ارقام الشبكة السورية لحقوق الانسان فقد قتل النظام اكثر من سبعمائة صحفي منذ عام 2011 بينما اصيب ما لا يقل عن 1500 بينما ما يزال قرابة 400 صحفي وصحفية قيد الاعتقال والاختفاء القصري الى جانب التحديات الامنية تواجه الصحفيات السوريات عوائق اجتماعية ما تزال تستهجن عمل المرأة في ميادين الصحافة خاصة داخل سوريا بينما تغيب التقارير والابحاث الخاصة بعمل الاعلاميات والصحفيات بعد عام 2011 لتغيب معها تفاصيل الاشكالات التي يتعرضن لها وكذلك حجم انجازاتهن واثارهن من جهاته عقد مركز حرمون للدراسات المعاصرة ندوة بعنوان الصحفيات السوريات بعد الثورة التحديات والانجاز لترصد واقع عمل الصحفيات والعوائق التي قيدت عمل المرأة في الاعلام وموقعها مع انطلاق الاعلام البديل ومستوى العدل في تعامل هذا الاعلام معها خاصة ان الواقع يحيل عمل معظم النساء في مجال الاعلام على انهن ناشطات اعلاميات فما واقع الصحفية والاعلامية السورية وفق هذه المعطيات